اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد لكن اليوم راح اتكلم عن مشروب كل الناس بتعرفه وبحبوه لكن الو مساوئ وراحين تحكوا معقول حسن خليفة بيحكي على الشاي الاخضر الو مساوئ نعم الشاي الاخضر كنز من الكنوز بحمينه من الاورام والصرطان هذه البحوث كلها الحديثة لكن هو غني بفيتامينات خصوصا فيتامين سي اللي موجود بالبرتقال بقدر البرتقالة يعني الموجودة فيه هذا للعلم ايضا فيه من المعادن وايضا فيه من الكالسيوم للعظام مفيد جدا اذا فيه البوتاسيوم والحديد والزنك والفلور لانه هو علاج لمشاكل الاسنان وتسوس الاسنان ونخر الاسنان وعلاج للذة يا سلام الشاي الاخضر هذه البحوث الان في عصرنا لكن زمان كانوا يحكوا هذه الامور لكن الان مع تقدم العلم اذا الشاي الاخضر من صفاته انه بخفف الكوليسترول السيء تناول الشاي الاخضر لكن ننتبه على مساوئه بعد قليل اذا من فواده انه بخفض ضغط الدم ومفيد جدا لمرضى السكر لكن بالوصفات واللي تابعوه الناس بالانترنت وبالمواقع ومن خلال الشاشات بيعرفوا انه بحافظ على الجسم سليم من السمنة لكن هو بكافح السمنة تناول الشاي الاخضر وبيدخل بوصفات التخلص من مشاكل القلون والقلون العصبي لكن مشهور في المغرب العربي ومشهور في تونس وفي ليبيا دائما اكثر من الاردن واكثر من العراق بتناولوه بشكل يومي يصبو لكم الشاي الاخضر هذه الضيافة او تدخله على البيوت لا بد من تناول الشاي الاخضر اذا بحافظ على سيولة الدم طالما بحافظ على سيولة الدم اذا ما فيه جلطة ما فيه تخثر بالدم وفبالتالي ما فيه جلطة لا في الدماغ ولا في القلب ايضا بحافظ على سحة القلب وصحة الشرايين اذا بساعد على التخلص من الوزن الزائد اذا اضفنا عليه اوراق النعنع يا سلام في هالسهرة في شهر رمضان نتناول الشاي الاخضر وايضا حارق للدهون من فواده ايضا مفيد جدا ضد مشاكل حركة الامعاء وايضا مشاكل الافطار في شهر رمضان اللي بيصير عنده التخمة وما اشبه لو تناول بعد الافطار بساعة لساعتين كوب من الشاي الاخضر ما شاء الله لكن ما نتناوله بعد الاكل مباشرة يمنع بكسر الحديد اللي تناولنا بالاكل فبالتالي بنستفيد من خصاصه اذا ذكرنا بيحمي القلب بيحمي الشرايين ومفيد جدا الشاي الاخضر للأوعية الدموية يا سلام اذا بيخلص الجسم من السموم مدر من مدرات البول نتناول شاي ولا ما نتناول لا بنتناول الشاي الاخضر لانه بيخلص ابدالنا من السموم المتراكمة اذا فوائد فوائد عظيمة بيدخل في الكثير من التراكيب ايضا بياخر الشاي خوخة والتقدم بالعمر فبالتالي حتى استخلصوا منه كثير من الكريمات سنعوا منه كثير من الكريمات اللي بيدخل فيها الشاي الاخضر او مستخلص الشاي الاخضر لقيمته للبشرة ولقيمته لادسامنا بيكفي انه بيحارب اسوداد البشرة وايضا تصبغات الشمس والتصبغات في الوجه شرب وايضا تشطيف فيه اذا بيقاوم تسوس الاسنام وايضا مطهر للفم ورائحة الفم لانه بيقاوم البكتيريا وبقتل البكتيريا وهذا ثابت علميا ثابت علميا نشوف هالخصائص الموجودة في هالنعمة اللي بين ايدنا اذا هو واقي من الامساك الشاي الاخضر واقي من الامساك هذا القليل القليل من فوائد هالنعمة اللي موجودة بين ايدنا اللي هي تناول منقوع الشاي الاخضر اذا يمنع عن مرضى الانيميا فقر الدم ممنوع يتناولوا خصوصا اللي بيتناولوا ادوية فيها الحديد فبالتالي بيكسر الحديد نبتعد عنه ما بدنا اياه اذا هو منبه ناخذ ناخذ منه قبل النوم لبعض اللي دائما عندهم بتأخر النوم وبيقاوموا النوم وما بينام اذا هو منبه لانه فيه الكافيين اذا انصح الاخوة ما لحظة بنصح الاخوة انه ما يتناولوا الشاي الاخضر يغلوه لدرجة انه يكون لونه بني فبالتالي هذا غلط وهذا اكبر غلط ننقع الشاي ونضع عليه اوراق النعناع او قطعة من الزنجبيل هذه طريقته اسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هالفوائد والموانع لتناوله ما بننزح فيه المرأة الحامل بقصد التنحيف لانه بتتناوله يوميا وراح نطلع فاصل قصير اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد